أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الدولة تتبنى سياسات محددة للعمل على زيادة حجم الصادرات المصرية وفتح المزيد من الأسواق الخارجية للنفاذ إليها وفقاً للتوجيهات الرئاسية خلال اجتماع لمتابعة جهود تيسير نفاذ الصادرات المصرية أشار مدبولي إلى تقديم المزيد من التيسيرات والمحفزات للمصدرين المصريين سواء فيما يتعلق بالنقل أو إقامة المخازن اللوجستية خاصة بالدول الأفريقية مؤكداً سعي الحكومة لتدليل مختلف الصعوبات والتحديات التي تواجه عملية تصدير منوها إلى أهمية الإسراع في تنفيذ مختلف الجهود التي من شأنها أن تسهم في تنمية حركة التبادل التجاري